السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغاشرة بدون مقدمات قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون هنا يخاطبنا الجسد عبر شعور غريب أو ألم بسيط فهذه إشارات تستدعي عقل الإنسان وتأمله فالخالق وضع فينا دلائل دقيقة تحثنا على التدبر وعدم التهاون لعجاز هنا أن آليات الجسم مترابطة بطريقة تكشف عن أمراض كبيرة عبر علامات صغيرة فإذا تأمل الإنسان في هذه الإشارات وعمل على تفسيرها فقد ينقذ حياته ويعجل بالعلاج المناسب لا تهمل أي إشارة جديدة ومفاجئة فالوعي المبكر هو الفاصل بين الشفاء والتأخير أخطر عشر علامات تحذيرية وراءها أمراض ومخاطر كبيرة قاتلة قد تنقذ حياتك لو عرفتها أولا ألم في البطن يمكن أن يكون مصدره القلب حيث يظهر ألم أعلى البطن أو شعور بالامتلاء قد يفهم كعسر هضم لكن في حالات عديدة يكون تعبيرا عن نقص تروية في عضلة القلب أو احتشاء صامت في عضلة القلب القلب لا يعبر دائما بألم مركزي واضح في هذه المنطقة وخصوصا بعمر الخمسين وما فوق وعند الأشخاص الذين لديهم سكري أو شرياني قد يكون الإحساس علامة في البطن ألم غثيان أو امتلاء بدلا من الإحساس بطعن في الصدر وما يميز هذا العرض القلبي هو ارتباطه بتعرق بارد مفاجئ وضيق نفس أو تعب غير مبرر بدون شهد أو ربما استمرار الأعراض رغم استخدام أدوية المعدة عند ظهور ألم بطني مفاجئ مع أي مما سبق يجب التفكير بالقلب واستشارة الطوارئ القلبية فورا وعدم التوجه بالتشقيص إلى افتراضات حضمية بحتة ثانيا تنميل مفاجئ في اليد أو الوجه أو أحد الأطراف يظهر خدر مفاجئ أو تنميل يطغى على اليد أو جانب الوجه قد يبدو كإجهاد لكنه غالبا إعلان مبكر عن نقص تروية دماغية أو ما يسمى بنوبة إقفارية عابرة هذه الأعراض العصبية الجزئية قد تسبق سكتات كاملة أو تحذير يتيح الفرصة للتدخل المغكر الفارق السريري المهم هو المفاجئة هنا ظهور التنميل بسرعة وبدون سبب واضح وخصوصا إذا ترافق مع ضعف في قوة الطرف أو اضطراب في النطق أو الإبصار عند هذه الإشارات يجب تفعيل المسار السريع للكشف العصبي والسرعة في النقل إلى المستشفى لأن الوقت هنا ثمين التشخيص المبكر قد يمنع تدهورا دائما غير قابل للشفاء والعودة ثالثا ألم في الظهر أو بين الكتفين بشكل حاد ومفاجئ ألم مفاجئ شديد يشتد بين الكتفين أو في الظهر العلوي يثير احتمال تسلخ جدار الشريان الأبهري وهذه حالة طارئة تهدد الحياة هذا الألم غالبا يوصف بأنه تمزقي أو كأن شيئا يقطع ويختلف عن ألم الظهر العضلي الذي يتطور تدريجيا هنا البداية تقطع السكون فجأة ويصاحبها دوار أو انخفاض ضغط أو فقد وعي الأسباب تشمل ارتفاع ضغط مزمن أو حالات رديئة جينية لجدار الشريان أي ألم صدري ظهري مفاجئ شديد يجب أن لا يؤخذ بخفة والأمر يحتاج طلب الطوارئ بسرعة رابعا ألم أو برودة في الساق أو الذراع مع شحوب أو خدر ظهور ألم مفاجئ في طرف مع برودة واضحة وشحوب أو نقص في النبط قد يشير إلى انسداد شرياني حاد أو تروية ناقصة تهدد الطرف بالتموت وفقدان وظيفة النسيج كثيرون يربطون الألم هنا بالتشنج العضلي أو شد بسيط لكن إذا ترافق الألم مع برودة ومع فرط حساسية لمستقبل اللمس أو خدر متزايد فهذا مؤشر على نقص التروية الحاد أو حتى امتداد لتسلخ شرياني أكبر التشخيص لا يؤجل الطرف البارد والفاقد للنبض يحتاج لتقييم عاجل وإحالة وعيادة وعائية فورية خامسا صداع مفاجئ وشديد جدا أسوأ صداع في الحياة وصف المرضى هذا صداع بأنه صداع الأسوأ في حياتهم كما يقولون أو صدمة مفاجئة يحمل دلالة قوية على احتمال حدوث نزف تحت العنكبوتية أو نزف داخل المخ وهو يختلف عن الصداع التوتري أو عن الصداع النصفي بحدة البداية وسرعة ترافقه بغثيان أو تشوش أو فقد وعي هذا النزف يحدث غالبا نتيجة تمزق له علاقة بتمدد وعائي أو فرط ضغط مفاجئ في هذه الحالة يجب طلب إسعاف مباشرة لأن كل دقيقة تضيف مخاطرة لحدوث موت عصب دائم أو وفات سادسا فقدان الشهية أو الوزن بدون سبب واضح فبوط الشهية وفقدان وزن ملحوظ بدون تفسير غذائي أو نفسي قد يكون العلامة الأولى لأمراض جسدية خطيرة أو رام وسرطانات هضمية أو سرطانات كبدية أمراض غدية أو اضطرابات التمثيل للغذاء المزمنة ما يميز هذه الإشارات هو استمرارها وتقدمها ببطء أي خسارة الوزن مع تعب مصاحب أو شحوب أو قيء متكرر الاعتبار السريري هنا هو أن المرض الخبيث أو المرض المزمن غالبا يبدأ بعرض هادئ قبل أن يظهر واضحا لذلك لا ينتظر المريض فترة طويلة بل يبدأ الفحص المبكر عند استمرار فقدان الشهية أكثر من أسبوعين أو تزايد فقدان الوزن سابعا ألم في الفك أو الرقبة عند الجهد ألم الفك أو الرقبة الذي يظهر أثناء المشي أو صعود السلم ويزول بالراحة قد لا يكون مشكلة مفصلية فقط بل يعرف طبيا بأنه تعبير قلبي عن نقص التروية يظهر في أماكن غير الصدر لذلك إن اشتكى المريض لأن فكه يتعب أو رقبته تؤلمه عند بذل مجهود بسيط يجب التفكير في اختبار جهد قلبي والاستشارة القلبية تجاهل هذا العرض يؤدي أحيانا إلى خوف زائف من مسببات عضلية بينما السبب يكون قلبي ثامنا تغير لون الجلد أو برودته دون سبب واضح شحوب مستمر زرقة في الشفاة أو الأصابع أو برودة جلدية مفاجئة بدون سبب مناخي قد ترمز إلى اختلالات وريدية أو شريانية أو فشل قلبي يحد من التروية أحيانا تكون هذه مظاهر لضعف في دوران الدم أو وجود تخثر أو تضيق شرياني عند استمرار التغير أو ازدياده مع تعب أو ضيق نفس يجب تحويل المريض لتقييم قلبي ويعائي عاجل لتحديد السبب ومنع تدهور الأنسجة أو حدوث الأخطار وهو الفشل العام تاسعا اضطراب مفاجئ في الرؤية في عين واحدة أو حدوث ازدواجية مؤقتة فانخفاض الرؤية الحاد في عين واحدة أو ازدواجية البصر المؤقتة تنبئ بجلطة شريانية صغيرة في شبكية العين أو بمشكلة عصبية في المسار البصري داخل الدماغ الفاصل الزمني هنا مهم جدا فظهور ضعف بصري مفاجئ يتطلب فحص عين عصبي سريع وتقييم سكتة دماغية محتملة التشخيص المبكر يقلل خطر فقدان البصر الدائم عاشرا غثيان أو تقيئ مستمر بدون تفسير واضح فحدوث تقيئ مستمر أو غثيان مستعصي قد يكون انعكاسا لارتفاع ضغط داخل الجنجمة أو ورم دماغي أو حتى مرض كبدي متقدم الاختلاف السريري عن الغثيان الوظيفي يكمن في الرتابة والازدياد التدريجي وارتباطه بتغيرات عصبية أو صداع شديد أو تغير في وعي المريض الأسباب العصبية هنا تتطلب تصويرا دماغيا وتحريا سريريا عاجلا لتحديد العلاج المناسب قبل حدوث مضاعفات لا رجعة فيها قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفيني ما قدمته لكم اليوم من معلومات في غاية الأهمية وتدل على أن جسد الإنسان مرآة دقيقة وأن إشاراته الصغيرة قد تختزل أمرا عظيما والله سبحانه وتعالى يدعونا بالتفكر في أنفسنا والتأمل في آيات الخلق فحين ننتبه للإشارات ونسرع بالعلاج نعطي لأنفسنا فرصة للشفاء بإذن الله العمل والاجتهاد في طلب العلاج ثم التسليم لحكمة الخالق مزيج يليق بكل مؤمن أطلب العلاج أعمل وتوكل فالله سبحانه وتعالى هو الشافي ونحن مكلفون بالعمل والاجتهاد أرجو أن أكون قد وفق في تقديم الفائدة لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المديد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضلة الدكتور أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغدد والسكر والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعم الفائدة والخير عائلتي الجميلة على الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته